بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة الخامسة وستون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة اكتبار العلماء وعضو اللجنة العلمية للإفتاء أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء حياكم الله وبركة فيكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول أرجو أن تفسروا الآية الكريمة في قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبلا فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الوصية العاشرة من الوصايا العشر التي جاءت في سورة الأنعام فيما قال تعالى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا هذه الأولى وهي النهي عن الشرك والعاشرة هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما أن هذا صراطي مستقيما والصراط هو الطريق والمراد به هنا طريق الموصل إلى الله قيل هو الإسلام وقيل هو الرسول وقيل هو القرآن والكل حق كل هذه صراط مستقيم فاتبعوه تمسكوا به وسيروا عليه ولا تتبعوا السبل لا تخرجوا عنه إلى السبل هذا صراط طريق واضح والسبل متفرقة وخفية ومهلكة لهذا قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله هي سبل على كل واحد منها الشيطان كما جاء في الحديث يدعو الناس إليه فتفرق بكم عن سبيله ذلك موصاكم به ذلكم أي لزوم الصراط المستقيم وصاكم به لعلكم تتقون رجاء أن تتقوا الله سبحانه وتعالى لأن تتخذوا بينكم وبينه وقايا من عذابه سبحانه وتعالى والتقوى هي فعل ما أمر الله جل وعلا به رجاء الثواب وترمنها الله عنه خوف العقاب هذه هي التقوى سمي التقوى لأنها تقي من عذاب الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم إذا سلكتم هذا الطريق تتقون الله عز وجل تخافونه وترجونه هذا مما وصان الله جل وعلا به وهي وصية سائرة إلى يوم القيامة كل الخلق من نزول القرآن إلى يوم القيامة يجب أن يلتزموا هذه الوصية أن هذا صراطي مستقيما نعم أحسن الله إليكم هذا السائل يقول الشيخ صالح أيهما أولى الإسلام أو الإيمان الدين ثلاث درجات كما في حديث جبريل الأولى الإسلام وهو العمل الظاهر الصلاة وعيتاء الزكاة صوم رمضان حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيل هذه أركان الإسلام والإسلام أوسع يعني كل ما أمر الله جل وعلا به فهو من الإسلام ولهذا قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه وشره والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه فالإسلام واسع لكن هذه أركانه التي يقوم عليها المرتبة الثانية الإيمان الإيمان وهي أخص من الإسلام الأعمال الظاهرة الأعمال بالقلب قال صلى الله عليه وسلم الإسلام علانية والإيمان في القلب المرتبة الثالثة هي الإحسان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراه فالإسلام أولا الإسلام ثم فوقه الإيمان ثم فوقه الإحسان نعم في العالي الكريمة قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا نعم الأعراب جاءوا من اليمامة وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم أخرج إلينا يا محمد قال الله جل وعلا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات شرهم لا يعقلوه ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم ثم بشرهم وقال والله غفور رحيم لكن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وغض الصوت عنده صلى الله عليه وسلم إن الذين يقضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم لتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم فهم رفعوا أصواتهم بحكم أنهم أعراب ما تأدبوا بآداب الإسلام الكامنة فقالوا يا محمد اخرج علينا فالله انكر عليهم قال أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا تأتخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم نعم من الأسئلة التي وردت البرنامج الشيخ هذا السائل يقول بالنسبة لقراءة القرآن على القبر فنحن في بلدنا بعد دفن الميت يقرؤون على الميت القرآن بعد دفن هذا من البدع المحدثة لا يقرأ في المقابل عموما ولا يقرأ عند القبور عند بعض القبور خاصة كل هذا بدعه والذي يريد الخير للميت يدعو له يدعو له بالمغفرة والرحمة وأما أنه يقرأ عند قبري هذا ما ورد به دليل فهو بدعه قراءة عند القبور بدعه ولا يجوز فعلها والميت لا ينتفع بذلك إنما يقرأ القرآن على الأحياء الذين يسمعونه ويقدرون على العمل به ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أما الأموات فيدعى لهم عند قبور ودائما وأبد في أي مكان يدعى لهم بالرحمة والمغفرة أموات المسلمين نعم أحسن الله إليكم أبو عبد الله يقول بالنسبة للأخذ بالأسباب هل ينافي التوكل الله أمر بالتوكل وأمر باتخاذ الأسباب ولو كان بينهما تنافيا لما أمر الله جل وعلا بهما فالرسول كان يفعل الأسباب مع أنه أعظم المتوكلين كان صلى الله عليه وسلم يلبس الدروع من الحديد اللي تقيه من السلاح وكان صلى الله عليه وسلم يبعث العيون تتطلع أحوال العدو وكان صلى الله عليه وسلم يتخذ الأسباب النافعة في الحروب وغيرها نعم بارك الله فيكم أشيخ من الأسئلة التي وردت أيضا يقول بالنسبة لصلاة المريض صلاة الفروض إذا كان جالسا أو على كرسي هل يأخذ الأجر كمن كان لو كان واقفا إذا كان لعذر فإنه يأخذ الأجر لأنه معذور في قعوده هذا في الفريضة أما في النافلة إن كان مريضا فإنه يأخذ الأجر كامل وإن كان صحيحا وصلى قاعدا فإنه يأخذ نصف الأجر صلاة القاعد على النصف من صلاة القاعد هذا في حق الصحيح الذي يستطيع القيام في النافة وأما الفريضة فالقيام فيها ركن من أركانيا وقوموا لله قانتين نعم شيخ صالح حفظكم الله في بعض المرضى يترك الصلاة حتى يخرج إلى البيت ويتعذر بأن ثياب غير طاهرة ما رأيكم في ذلك؟ هذا من الجهل ولا يجوز هذا هذا محرم شديد تحريم ترك الصلاة إلى أن يخرج من المستشفى يجب على المرضى أن يصلوا على حسب حالهم إن استطاعوا أن يتخلصوا من الملابس ويغسلوا النجاسة هذا مطلوب واجب عليهم لكن إذا لم يستطيعوا فإنه يصلي على سريره أو يصلي على الأرض ولو كان عليه ثياب غير طاهرة إذا لم يستطع أن يصلي بغيرها وخشي أن يخرج الوقت إنه يصلي على حسب حاله تقول الله ما استطعت نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول الإنسان يدعو ولا يستجاب له ما الأسباب في ذلك والله عز وجل يقول أدعوني أستجب لكم الأسباب من قبل العبد الأسباب المانعة من القبول من قبل العبد العبد قد يدعو ولا يستجاب له إما لأنه يأكل الحرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطب مطعمة تستجب دعوته فإذا كان يأكل من الحرام فلا يقبل الله له دعاء حتى يتوب إلى الله يترك الحرام أو يكون عنده مانع آخر من الموانع التي تمنع قبول الدعاء كأن يدعو الله هو غافل قلبه غافل قال صلى الله عليه وسلم إن الدعاء لا يستجاب من قلب غافل لاهن وقد يكون يدعو بإثم أو بقطيعة رحم فلا يستجاب له ذلك هذا إذا كان السبب من قبل العبد وقد يؤخرها الله وإن كانت دعوة صالحة وكان الداعي صالحا ومستقيما ولكن يؤخر الله الإجابة لمصلحته لمصلحة الداعي هذا الله جل وعلا يؤخرها له ويكون ذلك أعظم له ولهذا جاء بالحديث أنه لا يجوز أن يقول العبد قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي ثم يترك الدعاء بل يدعو الله عز وجل ويخلص الدعاء لله ولا يقنط من رحمة الله نعم أحصل الله إليكم فضيلة الشيخ من الأسئلة التي وردت في مجال العقيدة هذا السائل أبو أحمد يقول أرغب أن يشرح لي الشيخ معنى الاستواء على العرش وهل له أقسام؟ الاستواء على العرش هو الارتفاع والاستقرار والصعود قال ابن القيم يقول ولهم عليها عبارات أربعهم في معنى استواء وهي استقر وقد على وكذلك وهي استقر وقد على وكذلك ارتفع الذي هو رابع إلى آخر نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ من الأسئلة التي وردت يقول هذا السائل ما نصاب الذهب والفضة وما مقدار الصاع النبوي للرسول صلى الله عليه وسلم بالكيلو نصاب الذهب هشرون مثقالا ونصاب الفضة في العصر الأول مئة واربعون مثقالا مئة واربعون مثقالا أو مئتا درهم بالدرهم الإسلام وأما في الريال السعودي الفضة هو ستة وخمسون ريالا وأما مقدار الصاع النبوي بالكيلو الآن فقد صدر من حيات كبار العلماء أنه ثلاث كيلو أنه ثلاث كيلو تقريبا نعم أحسن الله إليكم عبد الله من رياض يقول يا شيخ ما الأسباب المعينة على تمسك المسلم بدينه والاستمرار على الطاقات حتى الممات أن يتعلم دينه حتى يعرفه ويتمسك به هذا واحد الأمر الثاني أن يصاحب الأخيار والمتقين والأمر الثالث أن يكثر من الدعاء يدعو الله بالثبات على دينه ويخاف من أن ينزع منه دينه ويخاف الله عز وجل أن ينزع منه دينه فهذا بهذه الأمور وغيرها يثبت المرء على دينه بإذن الله نعم يسأل له فقرة ثانية الشيخ صالح عن كتاب الترغيب والترهيب كتاب جيد للحافظ المنذر المنذري الترغيب والترهيب يذكر فيه الأحاديث الواردة في الترغيب والترهيب وهو كتاب وعب وتذكير نعم هل تجوز الزيادة في زيادة الفطر في زكاة الفطر بنية الصدقة؟ لا بأس بذلك زيادة على الخير خير نعم يقول يا شيخ إذا تبين للمصلي بأنه انحرف عن القبلة قليلا وقد أدى عدة صلوات فهل يعيد الصلوات؟ ما يضر الانحراف القليل لا يضر إلا إذا كان يرى الكعبة كان يرى الكعبة فلا يجوز ينحرف عنه تبطل صلاة إذا انحرف عنه أما إذا كان لا يرى يكفي أن يصلي إلى الجهة إلى الجهة التي فيها الكعبة ولو حصل منه انحراف يسير فإنه لا يضر نعم سؤال أيضا في العقيدة من السائلة هم مرام تقول يا شيخ موقف المسلم والمسلمة في الرجاء والخوف الرجاء والخوف هما من أنواع العبادة من أعظم أنواع لكن الخوف الذي ليس معه يأس تخوف الخوارج والرجاء الذي ليس معه أمن من عذاب الله تخوف كرجاء المرجعة لا بد أن يكون المؤمن بين الخوف والرجاء يدعو ربه بين الخوف والرجاء يرجو ثوابه ويخاف من إطاقائه أولئك الذين يدعون ابتعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه بالنسبة لإهداء القرآن وإهداء الأعمال الصالحة يا شيخ إلى الأموات ما الوارد فيها؟ أما إهداء القرآن فلم يرد فيه شيء فيما أعلم يعني يقرأ القرآن عن الميتة لم يرد فيه شيء فيما أعلم وبعض العلماء يرى أنه يدخل في عموم الأعمال الصالحة فيقرأ ويهدي ثواب قراءته للميتة لكن لا أعلم له دليلا من التواب والسنة وأما يهداء غيره من العبادات هو لا بأس به كان يتصدق عن الميت أن يحج عن الميت كان يعتمر عن الميت لا بأس والدعاء يا شيخ والدعاء للميت نعم نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة عن الآيات القرآنية وكتابتها وتعليقها في رقبة المريض من أجل الشفاء لا يعلق على المريض هذه تماعيم إن تعلق تميمة فلا أتم الله له كما في الحديث لا يعلق على المريض ولا الدعاء ولا القرآن وإنما يقرأ عليه ويرقى بالقرآن والدعي الصحيحة وجاء أن يشفيه الله أما تعليق الآيات وتعليق هذا لم يرد به دليل وأيضا يخشى أن الإنسان يعلق غيره من تمائم الشركية ما يفتح الباب هذا بتعليق تمائم شكر الله لكم وفضيلة الشيخ صالح وضارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية أجاب عن نسلتكم استفسراتكم في لقاء برنامج نور على الدرب فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاح شكر الله للشيخ ورفع الله درجاته في المهديين وشكرا لزميل مهندس الصوت عبدالله المواش الذي سجل هذا اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة